السلام عليكم ومرحبا بكم في بلوغ جديد مرحبا بكم اهوا كرو هاد الفيلاج اللي فيه وجهة من بين احسن الوجهات السياحية اللي كينا في الكود ديفوار ان شاء الله في هاد الفيديو غدا نحاول نقربكم ما امكان من هاد المحمية اللي كتتعتبر ترات عالمي وما تنساوش تخليوا ليه لايك للفيديو الى عجبكم واشتركوا في القناة الى ما كنتوش مشتركين شاركوا الفيديو مع الناس اللي كتبغيوا نخليكم الان مع الصور وفرجة ممتعة هذه الدخلات ديال الحديقة ديال اهوا كرو اللي كتتعتبر حديقة اتارية الموقع ديالها الاركيولوجي التاريخي ايواري كتبعدة تقريضا مياو خمسين كيلومتر للأبيضان ومسجلة لائحة سطورات العالمي لليونيسكو من الفين وستة وادا والو بيد اللي ردي سالينا ايه ايه جدينا ممان . جدينا يا جدينا ممعربي بهذا الجدينا الأمور . أسخة أسخة الناس كمترة داخل تلك الأنغية ومن ثم ننسل في هذا محط و قد لا تنسل موجود الجديد النسل كمترة وقفة 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 المتضاقرب من دوسيقىammات البشرية السيارة من التالية المتضاقرب من من ملنانة بس شخص التجريب الذي تكون و أي صوريات محترى عن الوصف وصف ملاقي تخطبت من المنازل المصر الوصف بس من التاريخ مستعولات المصري ومتضاقرب من قبل وزموانات المساقرب أمم العريق ترجمين تقرر أن هذه الوصفة؟ ويجعل هذا الوصف المسلفة يوجد جيدة يسمى الباب الخلية ويجعل هذا الوصف لأنه يوجد هذه الوصف وهي قبل المخلص ملسلة هناك ولكن هناك يجب بإمكانتي في أول ملسلات لدينا هذا الوصف تبع الوصف وفهم لكي تحمل جلوان وما شخصاتهم وفهمتون أنت بخير وفهمتون لكي يتجدون استقرار وفهمتون لكي تحصلون لكي من اثنان شكرا لكي سواء نرم الأدن بدا وإضافة لكي نفاد حبقا ترجمة نانسي قنقر 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 يدعون الماس لكي يقطعوا الماكلة باش يشعلوا العافية يعني هاتشي مقدرون بولو أعوام كتيرة بالسعف هذه الصخرة مشهورة في هذه الحديقة هناك ل من قطعها هناك للخمس على المساعدة شيئًا هناك لن يمكن أن نبدأ العلاج يمكن أن ندعها وتضيف من أي وعدالك يمكن أن نبدأ العلاج لكن توجد ان يودون العلاج هذا الش�سي يسمع الموسيقى 200 طن المهزوزة غير في هذه النقطة صغيرة 200 طن هي كاملة مهزوزة على الأرض سبحان الخالق هذه هي الحمل التي كانوا يستعملونها الأفارقة هذه سينين كثيرة يدرونها على لوجههم لتغطيهم لكي لا يبانوش مع هذا القرانيت نفس اللون لكي يصيدوا يمكنك أن يكون هناك مباشرة 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 هذه نبتة يمكنك أن يكون هناك مباشرة في الماء وفي البر سومي أكواتيك هذا هو الشكل ونكمله طريقة بالنسبة للصخرة من هذا الجهة يمكنك أن يمسح في تحصول هذه المباشرة والذي يقومون من الجيدة سوف يكون هناك مباشرة تصبح مباشرة يكون هناك مباشرة يكون هناك مباشرة وكارد من رأسل وكارد من أجل المباشرة ليستملكتساف بات سوف يمكن كم تؤسس جدا كيف تردام للهامين تبع تحصول جديد يمكنك الوقت تحصير يمكنك التجريب تي corpse قالك كيفما شرح لنا لوقيد فهذا المكان كان بطلقة فيها لشيف ديال الفيلاج فين هناك يأخذوا القرارات غير هو السؤال ما كانوش يعرفوا الوقت بالضرف امتا كيتلاقاو وبالنسبة لهذا الشجرة اللوف خوماجين اسم ديالها العجيبة لفاب حل أشواك ما كتخليش أي حيوان أنه يتسلقها كيفما كتلاحظوا شكلها مميز وأول مرة انا كنشوف بحل هاد النوع ديال الأشجار فاقرا ميزوفيلا كي سوى زونا كايد انتير يسابيل كمو؟ فاقرا ميزوفيلا فاقرا ميزوفيلا فاقرا ميزوفيلا فاقرا ميزوفيلا هذه الشجرة عندها بزاف ديال النفع وكتستعمل بزاف الأدوية فاقرا ميزوفيلا هذا المطور يجب أن نتصف because our parents ونساعدوا وس engage them with them ونساعدوا وساعدوا نتصفهم ننظرهم إلى رسالة للبعض الأسسنة لكي يجب الممتاز يجب many weeks? لا لا يجب نتطع الممتاز بكل مكان يجب ممتاز هذه الأوراق يضحون لتي لإيها القلب بحل تباصر موسيقى 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 بالنسبة لهذا النبتة كيف مشرح لنا القيد فهي نوع من أنواع النباتات العديدة اللي كينف هاد المحمية الرائحة ديالا بحل الحبق يمكن هو نوع من أنواع الحبق البري كيستعملوه باش كيطردو ليموستيك شني ولا وقع الحشرات اللي كتلسع وبالنسبة لهذا الشجرة فهي منتشرة بزف بحكم أنها كيستعملوها بالنسبة للمشت العود ديالها كيصبر الحرارة بزف وبالنسبة لهذا الحفرة اللي كينهنا هي كتشبه الخريطة ديال أفريقيا كيما كتلاحظوا الى قربناها بالخريطة ديال أفريقيا فهذا هو المغرب هذي يكون هنا بالنسبة لهذا الحجرة أو لهذا الصخرة اللي قدامنا أي شخص يت zaparn�로 اصصد حفرة غatura ببحثا لالشكل ديال حلوى بشكل ديال كاك أولا بريوش كيما gade أنا، سنتسميها غريبة تلك الغريبة البهلاء أو لا غريبة أوه هل هي الصخرة هنا يا كتبان بحل الكيب هل هي الكريم التي تطلبها وذلك الكريم التي تطلبها ويستمرون هذه الكريم ويستمرون هذه الكريم لا يمكنهم أن تطلب الناس هذه الصخور اللي شفنا دابا هما متفرقين طبيعيا يعني ما الشيء الناس هما اللي هما اللي داروها يعني الطبيعة هي اللي حطتهم حلكة تآكلوا مع مرور الزلل وهذه هي النتيجة مميزة جدا صخور رائعة كتميز هاد الموقع تاريخي ويمكن هادو من بين الأشياء اللي خلوها بدخل في اليونيس كوكاتورات عالني هاي واحدة أخرى كما كتلاحظو والعجيب في الأمر أنهم ما محطوطينش كامين فوق الأرض يعني غير جهة ووقفين على نقطة سبحان الله ما زالنا مكملين فات الحديقة خليكم معي ما زالنا محطوطينش كامين فات الحديقة هاي المعضوطينش كامين فات الحديقة هاي التجربة لكيشة لا Arabic ترجمة مما هناك لا ترجمة ترجمة هناك لا ترجمة يصبح هناك هذا هو الهواء تنزيي، ونحن مزجح بها يمكننا الشعور على هورو يركي وهناك الهواء ينقيد الساف لا يوجد تلوط الهواء ينقيد الساف لا يوجد تلوط الهواء ينقيد الساف لا يوجد هناك 5 صباع في هذه الصخرة يوجد تلوط الهواء ينقيد الساف و هناك تبقى الصخور متفرخة تعملها عبر الزمن هي التي أعطيتها هذه الأشكال زميلة جدا ما شاء الله احنا باقي نكملين هات الغابة تبيرة او هات المحمية هناك هات ندخلوا وسط هات الصخور هاو سبحان الله هذه الحجرة الصغيرة هي اللي شادة هات الصخور كاملة كيفما كان هذه هي اللي شادة هات الصخور كاملة كما كتلاحظوا هاته هي اللي شادة وفي تحديد لأسيى نجد معي دفع قلالة من أجلك أجلك من أجلك حيث ملوط من اجل و بالنسبة للصخرة وقفين على الفراغ بالنسبة للهادي هادي فوقف على الفراغ فوق من الصخرة اللي كتشوفوا هادي و كذلك هاد الأخرى وقف على الفراغ على هادي يعني نجدودة غير واحد شوية في الواسط من هاد الجياب كتبان بحل منقار ديال النصر او لا بحل الموجة او لا بحل الدلفين كل واحد كيفاش غادي يقدر يشوفها سبحان المبضع الخالق ما شاء الله بالنسبة لهاد الشجرة كما كتشوفوا فانطلاقا منها كيتصنع اغلى توب كين في القدفور هادي الشجرة كين انواع كتير ديال النباتات والاشجار بالنسبة لهاد الشجرة اللي كتشوفوا انا ملع الشهق ديالها اه حيت وما عرفاش الاسم ديالها اه لذلك سميتها شجرة الامل اه حيت ما فيهاش الاوراق خضرين وموسميا كينوضو فيها هادوك الاوراق اه الحمراء كتبقى تحتجب في الواحد المدة وكترجع فيها غير الجو دور جوينة بزاف نحن نزال مكملين نحن نزال مكملين نحن نزال مكملين هناك كما تلاحظون هناك في الصخرة التي توجد فيها ويكتب اسم الله لقد قلتها لنا وانا رأيتها بالفعل الحروف سبحان الله سبحان الله وهناك يبقى الصخور متفرقين الغابة كبيرة بزاف لا يقضنا الوقت أننا نشوفه كل شيء المهم المشهور فيها بالنسبة المهمة 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 كانت أكوا كرو كانت جولة جميلة تعرفنا على المكان وبالفعل يستحق أنه يكون تراث عالمي كنت تمنى إن شاء الله تزوره أي شخص جاء لكو ديفور يأتي للقناة دراف هذه المحمية رائعة جدا وكانوا هذو بعض الصور اللي لتقتهم أثناء الجولة كنتمنى إن شاء الله هذ الفيديو يكون لإعجاب ديركم وتكونوا استمتعتوا أنتم كتفضوا في حتى الأخير ما تنسونيش من لايكات ديركم أكيد هذا تشجيع لي للاستمرار تشتركوا في القناة ديري وشاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء وكانتمنى كذلك تكونوا استفدتوا من قبل المعلومات اللي كانوا في هذ الفيديو كنشكركم على المتابعة ديركم وإلى اللقاء